تهالك البنية التحتية للطرق في ليبيا بالإضافة لعدم تفعيل القوانين الرادعة للسائقين والمخالفين لقواعد المرور وغياب أجهزة المراقبة على الطرق الساحلية الخاصة بتسجيل السرعة تعد من أهم الأسباب التي سهمت في ازدياد حوادث السير وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني كشفت عن إحصائيات حوادث السير لشهر أكتوبر حيث أوضحت أن الإحصائية الجديدة لا تختلف عن سابقها وبحسب الإحصائيات المستحدثة فقد أسفرت حوادث السير عن وفاة 293 مواطنا وتسببت بأضرار مادية قيمتها مليونان ومئتان وثلاثة وسبعون ألفا وستمائة دينار ليبيا وأظهرت أيضا إصابة 453 شخصا جراء هذه الحوادث بإصابات تنوعت بين بسيطة وخطيرة بالإضافة إلى تضرر 306 مركبات آلية ويتبين من هذه الإحصائيات حجم الضرر الناتج عن تلك الحوادث سواء من ناحية الخسائر البشرية أو المادية مما ينظر بكارثة في ظل إهمال الجهات المسؤولة التي لم تتدخل لحل الأزمة فنزيف الأرواح على الطرق لم يتوقف في بلد يملك إمكانيات مادية كبيرة لكن طرقه تفتقد للإنارة والعواكس الليلية وغيرها من متطلبات السلامة المرورية بالإضافة إلى ضعف الإرشادات وحمالات التوعية وعمليات التزوير المستمرة في استخراج رخص القيادة فكل تلك الأمور ساهمت في أن تكون ليبيا من أكثر الدول تضرورا من حوادث المرور التي تؤدي إلى وفاة ما يعادل الستة أشخاص يوميا وهذا الرقم يعتبر الأعلى نسبة لدولة لا يتعدى سكانها الستة ملايين ونصف المليون نسمة ترجمة نانسي قنقر